اشتركوا في القناة 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 تقعدوا معها وتعاودوا تراجعوا الخطوات اول حاجة تفعلها كما قلت لكم احكموا اجندا احكموا ستيلو المهم انكم تحطوا الاربار من بعد تبدو في عمليات التنظيم كيف الشيحين تنظموا امركم اول حاجة انكم تقسموا حياتكم الاقسام الجانب الروحي الجانب الاجتماعي الجانب العمالي والجانب يعني ديالكم شخصي اولا اولا في الجانب الروحي اسكو انا راني ملتزمة يعني بابسط الامور في الدين اكيد الحمد لله نصوم ونصليتو لكن هل راني نصلي صلاتي في وقتها؟ هل راني نقرأ الاذكر الصباح؟ هل راني نقرأ صورة الكهب الجمعة؟ هل نقرأ الادعية؟ هل نقرأ ما تيسر من القرآن كل يوم؟ هل نطبق هادوما؟ تعاليم تعديلنا؟ ماشي غير يعني نقرأ وبرك اننا نطبقهم في الواقع في المعاملة ديالنا مع الناس فوالا نشوفو وين راني نلاحقين ونحاولو نبدلو بعض العادة تاوعنا بعادة ايجابية ما نبدوش كل شيء الاخطار ولكن نبدو كل مرة بحاجة مثلا اذا كنا ما نصلي صلاتنا في وقتنا نحاولو اننا نضو صلاة الفجر ممكن سنة وصلاة العيشة حتى يقدن نقدر مستطع اننا نلتزمو باوقات الصلاة اذا ما كناش نقرأ القرآن نحاولو نقرأ ولاو صفحة في اليوم اذا ما كناش نقرأ ادكار نحاولو ندخل الادكار كل مرة نديرو حاجة ونزيدو حاجة هاكاية حتى تولينا عادات ما نقدروش نستغنو عليهم وتولينا كما الاكل ديالنا ولا الشرب ولا اي حاجة ديالنا في حياتنا الزامية نروح للجانب الثاني وهو الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي عندنا ناس قرابلينا ناس عزاز علينا وناس اللي دخلين في حياتنا بلا معنى هنا لازم نوقفو ونشوفو علاقتنا مع عائلتنا مع الوالدين اولا اذا راكو ملح مع والديكم راكو تعطوا لهم حقهم راكو متزوروهم تقصوا عليهم ولادكم هالكو تقعدوا معاهم تقصروا معاهم دينهم صحابكم تقعدوا معاهم تاجعوا الدروس والانها كاملوتوما في الكوزينة وهوما في التليفون وكل واحد عايش في حيات ازواجكم هالكو تقعدوا معاهم تتحاوروا ديروا عشاء كيف كيف هالكو تتحاوروا عمال كيف كيف هالكو كل واحد يشوف علاقاته مع الموحيط دياله المقرب ومعدتي نزيد نوحو للعائلة العائلة الكبيرة اسكو كاين الناس ما نهضروا معاهم نحاولوا اننا نصلحوا الناس بعد علينا نتقربوا منهم وكاين الناس مصاصي الطاقة اللي لازم نتخلوا عليهم الناس اللي حزدوكم الناس اللي غيروا منكم اصديقاء المقربين نتقربوا منهم الناس اللي زيادة في حياتكم مكلة الناس سلبية هادو ما نتخلوا عليهم وبطريقة غير مباشرة غير بالعقل نبدأ وإلا كنا نخرجوا معهم نقصوا وإذا كنا في تليفون نحبسوا شوية تليفون من بعد نلوا في صباح الخير ومسا الخير والسلام عليكم لا تخلوش هادوكم الناس سلبية لانهم يشكوا ويبقوا ويندبوا ولا تحسوا بالحاسد ديالهم في عينيهم يكلوكم ويكلوا الطاقة ديالكم وتعوشوا يعني الناس مراد وكامل تخلوا عليهم من بعد كاين الجانب الصحي أيضا مطاليين في الصحة ديالنا يعني أكلنا راهو أكل صحي ولا رانا غين اللي كيدي ونحنا يكلوه من بره هال رانا نمارسوا الرياضة هال رانا ناخدوا حمام الصحي حتى الحمام عنده يعني طرق كاين ذاكلي يجري بارك في الحمام ولا استخدام الأملاح وطريحه الاسترخاء وما إلى ذلك دونك الحاجة المهمة الاكل الصحي هكا باش تكون عندكم عيناية كبيرة بصحتكم ممكن تكونوا انتم ماملاح رايحين تعتانوا بالناس أيضا اللي يكونوا معاكم وكامل دونك حاولوا انكم تاكلوا اكل صحي تتجنبوا المقليات تروحوا ليسالاد تاكلوا الخضران فورة تغلبوا الخضر والفواكه على الخبز والسكاريات تحضيروا بيلان عند الطبيب وتشوفوا حالتكم الصحية تمرسوا الرياضة هكا يا باش كل واحد يكون بيان في روحه وكيد تكونوا ملاح اكيد رايحين تكونوا ملاح على الناس اللي معاكم شوفوا الطريقة اللي نظمت بها ليساك وهكا يا غير ولا ولي منظمين نعرف ليساك اللي عندي مالفان ما نعرف ولو نحوص ونعود نرمي ونحط هكا يا تنظموا لي نعرف الالوان ومام هما ما ولاوش مكسرين كيما امالفان أنا نسحكم بزاف بهاد المنظيمات وكيما قلت لكم التنظيم شيء رائع لماذا؟ لانه رايحة تتنظم حياتكم نعطي نصحكم بالكتاب الآن نراني وليت اللي مطالعة الكتب اللي كنت تخليت عليها ودتني مشاغل الحياة دونك قررت من بين الحاجات اللي نعودوني لهم مطالعة الكتب نصحكم إذا حبيتوا تتنظموا بكتاب ماري كوندو سحر الترتيب لتريكم كيفاش ترتبوا أملكم وتعتمدوا طريقة كل حاجة ما تحتاجوهاش تتخلصوا منها باش تتخلصوا من الكركبة ومكان نظيف ومرتب يعني رايح يلعب لكم على المورال ورايح هتكون عندكم يعني النفسية مرتاحة دونك حاولوا تتخلصوا على كل حاجة ما تسحقوهاش هكا يا باش تكونوا امنظمين كما قلت لكم ايضا الجانب الشخصي وانه تحقوا اهداف ما ترحوش الاهداف الكبيرة وانما ابدوا باهداف صغيرة حدوا الاهداف اللي لازم تديرهم وكل يالو كان كل شهر هدف وتبدوا بشوية تحقوا الاهداف ديالكم وبالعقل وكل مرة تحطوا هدف بين عينيكم وتبدوا وتخدموا عليه مثلا اني نحس اني مستوى تاعي في اللغات نحاول اني ماشيك دقيقة نملي نحن نقرأ ونجري ويتو لا لا كل يوم سيوا مع الانترنت كيندو كل حاجة انكم تستخدمون الانترنت بالجهة الايجابية كل يوم تتعلموا كلمة بالفرنسية كلمة بالانجليزية كلمة باللغة اجنبية اخرى كل يوم تقرأوا صفحتين من الكتب اللي تفيدكم في حياتكم اقرأوا صفحتين ورايح ان شاء الله نشارككم بعض الكتب اللي راني نقرأ فيها هذه اليامات هكايا باش نعطيكم اختراحات في بعض الكتب وتاني رايحين نمرر بعضنا بعض الافكار هادو هما ليساك اللي كانوا عندي وحاولت اني نرطبهم كي ما قدلكم في هاداك المنظم وحاولت اني نشيك بزاف منظمات باش ننظم كل حاجة عندي كي ما الحوايج شيت ليسان دخوا علقتهم الحوايج اللي محتاجتهمش مديتهم هادو ما ليساكضت لهم هاد المنظمات لما عنفرستهم كامل خليت غير وش نحتاج الباقي ثاني مديتهم كل حاجة الفراشات الحاجة اللي استعملتوهم جبدو جدا تعلقوهم فرشوهم استمتعو انتو ما بيهم ماشي تقولوا حتياجون الضياف وليما تحتاجوهم مدوهم انتو ما قادرين تكونوا مخبينهم وكاي ناس عدو اخرين يفرحوا بيهم ويحتاجوهم هكايا باش انتو ما تكونوا راضيين على بيتكم على حياتكم وممتون راكو ساعدتو ناس وراكو ديتو دعاوي الخير دخلا يعني حتا في الاعمال الخيرية ديالكم وصدقوني مكان ناضيف ومرتب رايح يرتب لكم حياتكم كي تكونوا في غرفة في هالكركبة رايحة تتبعتر افكاركم وتكونوا مقلقين وتزيد طاقة سلبية في المنزل دونك الحاجة اللي تبدو بيها المحيطة راكو عايشين فيه من بعد تاني الاشخاص اللي محيطين بيكم تاني تخلصوا من ناس سلبية وخلوا غير الناس الايجابية افكاركم حاولوا تغيروها اللي لانتكم افكار سلبية ولا على نفسكم ولا ما كانش الانسان كامل لانتكم نقائس ولا عندكم اكيد انتكم نقائس كما كل واحد فينا عندو نقائس سيوا انكم تصلحوها بالتدريب بالدراسة بالتكوين كي نكون حاجة في هاد الوقت حتى اللي ما عندوش كي نكون حاجة في الانترنت قوليو بش نقعدو سور تيك توك انستاقرام نشوفو في اي حاجة ننحو نشوفو حاجة اللي تفيدنا وفي كل دقيقة نحاولو ندو معلومة ندو فكرة هكاية باش نطورو من داتنا في الاخر ما بقالي غين قولكم حبيباتي اذا جبتكم هاد الفيديو ما عليكم غير تدعموني بتعليق شباب وبجان هكاية باش نديلكم لي فيديو من هاد النوع لي فيه نصائح وفيه افكار تفيدنا وتفيدكم ماذا بانتو متاني تعطوني افكار في التعليقات تاوعكم خلوهم لي وما تنسوش ايضا تروحوا لباشتاعي انستاقرام سامية موند لقيت لي ميساج تاوعكم وبعد مقترحات تا مواضيع اللي رايحة نشارككم بها في هاد الصائفة ان شاء الله ورايحة نشارككم في كل مرة كتاب من الكتب ورايحة لحقتلي مجموعة من الكتب من عند صديقتي وحبيبتي امال نقولها ربي خليك ورايحة نقرأهم ونوريهم لكم في الفيديو اللي جاي ما بقالي في الاخر غير قلكم نضموا مكانكم بيئتكم ناسكم افكاركم هكاية باش تتنضم حياتكم وتشوفوا المستقبل زاهر ان شاء الله ومنضم في الافكار وفي الاهدف مع السلامة